طفرة غير مسبوقة شهدها قطاع النقل خلال السنوات الأخيرة مما كان له نعكاسات إيجابية وإسهام كبير في دعم مشروعات التنمية المستدامة بكافة صورها فمنذ تولي رئيس السيسي الحكم تم التخطيط لتنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 7000 كم بتكلفة 210 مليارات جنيه حيث بلغ إجمالي الأطوال المنفذة بالمرحلتين الأولى والثانية من الشبكة القومية الجديدة للطرق 4500 كم وكذلك جاري تنفيذ 1300 كم بالمرحلة الثالثة ومن المخطط تنفيذ 1200 كم فور الانتهاء من المرحلة الثالثة ليصبح إجمالي أطوال شبكة الطرق السريعة والرئيسية المستهدف الوصول إليها 30500 كم بعد أن كان 23500 كم في يونيو 2014 كما تم الانتهاء من تطوير وصيانة ورفع كفاءة 5000 كم من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 15 مليار جنيه هذا بجانب التخطيط لإنشاء 21 محوراً على النيل بتكلفة 30 مليار جنيه منها سبعة محاور تم الانتهاء من تنفيذها وكذلك جاري تنفيذ ثمانية محاور أخرى ومن المخطط البدء في إنشاء ستة محاور ليصل إجمالي المستهدف الوصول إليه إلى 59 محوراً وكبر على النيل بدلاً من 38 قبل يونيو 2014 كما تم إنشاء 600 كبر ونفق على مزلقنات السكك الحديدية وعند تقاطعات الطرق الرئيسية بتكلفة 85 مليار جنيه وانعكست مشروعات الطرق إيجابياً على ترتيب مصر العالمي في مؤشر جودة الطرق خلال الفترة ما بين 2014 حتى 2019 حيث تقدمت مصر تسعين مركزاً دفعة واحدة لتصل للمركز الثامن والعشرين عالمياً بنهاية عام 2019 كما انعكس الأمر على انخفاض معدلات حوادث الطرق في الفترة ما بين 2014 إلى 2018 بنسبة تصل إلى 41% كما تقدمت مصر ستة وعشرين مركزاً في مؤشر التنافسية العالمي لتصل للمركز الثالث والتسعين عالمياً كما تقدمت في مؤشر البنية التحتية لتصل للمركز الثاني والخمسين عالمياً بدلاً من الرابع عشر بعد المائة في عام 2014 كما أنعش تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية حركة التجارة مشروعات قومية عملاقة في مجال النقل تتكامل مع خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة سواء التنمية العمرانية وإنشاء المدن الجديدة أو التنمية الصناعية وكذلك الزراعية فضلاً عن توفير البنية الأساسية اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات